في الآن كلمة سيادة رئيس النهاردة في القمة التانية الروسية الأفريقية ما كانتش بتتكلم عن العلاقات المصرية الروسية على الإطلاق بقدر ما كان فيه تركيز عالي جدا على العلاقات الأفريقية الروسية وما سيترتم عن هذه القمة من منفعة لكل الطرفين وتحديدا لدول القرى الأفريقية رئيس تتكلم عن القرى الأفريقية وقد إيه عانت وقد إيه فيه تحديات كبيرة جدا قدام دول القرى وكمان نتكلم عن أن دول القارة يجب أن تكون بمنأة وبمعزل عن كل الصراعات الدولية لا يتم استقطابها على حساب دولة أخرى في ظل حالة الاستقطاب الدولي اللي بنشوفها خلال الفترة الحالية وقال كمان نحن يجب أن نتوصل إلى اتفاق بشأن اتفاقية الحبوب بحيث أن نحن نضمن الأمن الغذائي لدول القارة الأفريقية طبعا هنكمل كلام دلوقتي مع الدكتور نبي رشوان متخصص في الشأن الروسي أهلا بحضرتك مرة تانية وإيه أبرز الرسائل اللي حضرتك شفتها ولحظتها من كلمة سيادة رئيس النار أول حاجة يعني أنا يعني ممكن أشيد بحاجة مهمة جدا وهي مسألة الاستقطاب لأنه مسألة الاستقطاب واستقطاب القارة الأفريقية في نزاعات دولية حتى ولو كانت هذه هي يعني النزاع الحالي بنوزع أوكرانيا طبعا ده شيء مش جيد ربما يكون يعني أحد أهداف القمة أو الهدف المستطر من القمة هو يعني مسألة استقطاب لأنه طبعا في أثناء التصويت في الأمم المتحدة في الجماعية العامة على وجه التحديد يعني عدد كثير كبير من الدول الأفريقية وما زال عدد كبير من الدول الأفريقية لم تحدد مواقفها من النزاع الحالي أو أخذت موقف الحياد يعني أنه لن ينحاز إلى أي طرف ده يعني شيء مهم ولذلك تركيز الرئيس فتح السيسي على هذه المسألة ده شيء مهم جدا لأن أفريقيا ليست ليس لدينا مجال للنزاعات يعني أفريقيا يجب أن تركز على التنمية تركز على يعني القضاء على الصراحات داخلها وكذا ولذلك يعني أنا يعني هذه النقطة مهمة جدا طبعا هو الرئيس فتح السيسي أيضا ركز على التنمية في أفريقيا باعتبارها هي العنصر الأساسي العنصر الأساسي اللي نحتاجه هنا سواء في مصر أو في أفريقيا بالصفحة عما يعني يعني دول أفريقيا لديها موارد ضخمة جدا 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 حتى هذه اللحظة لم تستغل صحيح روسيا لديها إمكانيات علمية وتقنية صحيح التنمية علمية وتقنية يعني أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة يعني المعادن النادرة النهاردة الصين بتتفوق في هذا المجال وروسيا أيضا بتتفوق في هذا المجال كل معدن موجود بكميات ضئيلة في الخام لديه طريقة معينة لتركيزه ولذلك إحنا علينا برضو إحنا نركز هنا في مصر على هذا الموضوع لأن المعادن النادرة هي مستقبل لها لأن أنت صحية الحديد فقط الحديد ده يعني ده مرحلة يعني بدائية من مسألة أنك تعمل صناعات سقيلة أو تعمل صناعات متقدمة ولذلك يجب التركيز على هذه الناحية مع روسيا عموما الرئيس الروسي أيضا تحدث في نفس الوقت عن أنه يفتح فروعة للمعاهد والمؤسسات الألمية الروسية في المقارة الأفريقية إذا تطلب الأمر هذا وده طبعا تعاون ثقافي كبير جدا ويأتي في إطار برضي يركز عليه الرئيس عفتح السيسي في كلمته هو التعاون الثقافي والتعاون التقني والعلمي طيب في كلمة الرئيس قال أتطلع للتوصل الاتفاق بشأن تصدير الحبوب للحد من ارتفاع أسعارها هنا الرئيس حريص على تحقيق الأمن الغذائي لدول القرى الأفريقية طيب إزاي روسيا هتتتعامل مع هذا الأمر خصوصا أنه دول القرى الأفريقية فيها بعض الدول فيها مجاعات حتى هذه اللحظة وإحنا عارفين أنه تحقيق الأمن الغذائي جزء مهم جدا لتحقيق الأمن القومي لكل دولة وليه تأثير كبير جدا على النزاعات سواء في هذه الدول أو حتى الهجرة كمان طبعا روسيا مش بتعاني من مشكلة الهجرة غير الشرعية ولذلك ربما هي بتتعامل مع مشكلة الحبوب والقامح وكذا بشكل شيء من العنف شوية ممكن نقول كده لكن عايز أقول حاجة لكن أعتقد الصبغة الإنسانية اللي كانت موجودة بارح على المنتدى الاقتصادي بتديره بعد آخر يعني أنا حاول حضرتك لأنه روسيا فيه يعني روسيا بتدور على مصالحها روسيا ما تعرضة لعقوبات شديدة وسديدة ربما أكبر حجم عقوبات تعرضت له دولة في العالم منذ بدء الخليقة هو ما تتعرض له روسيا الآن روسيا مش بتطالب بحاجة كبيرة جدا روسيا بتطالب بأن هي يعني يسمح لها بتصدير الأسمدة بتصدير الحبوب أيضا فتح السوفت مع البنك الزراعي الروسي بحيث تجري تحويلات وكذا يعني روسيا بتدور بتبحث عن منفذ اقتصادي للالتفاف حول العقوبات مش أكثر من كده لكن الأوروبيين حتى الأوروبيين النهاردة بل يتحدثون عن أنهم يساعدوا أوكرانيا بطرق بارية وبعدين تراجعوا في الموضوع وأن هذه مسألة مكلفة وكذا هيرتفع سعر القمح الأوكراني برضو صحيح القمح الأوكراني إذا لم يصدر حيرتفع أيضا سعر القمح في العالم كمان بصفة عامة يعني هي مشكلة معضلة لكن أنا أتصور في تقديري أنا أتصور أنه روسيا سوف تتراجع عن مسألة يعني الممر الآمن الانسحاب من التفاقية الحبوب ستعود لهذا لأنه يعني روسيا أيضا تحتاج إلى يعني إلى حلفاء إلى نصراء إلى زي ما إحنا إلى استقطاب على الأقل أطراف يعني حتى ولو في القرى الأفريقية يعني ولذلك أنا أتصور أن روسيا سوف تتراجع عن قرارها بالخروج من اتفاقية الرئيس الروسي قال كلمة برضو غاية في الأهمية أن احنا سنبحث على إيجاد نوع من التعاون ما بين هذه القمة وما بين تجمع بريكس استنادا لوجود روسيا وجنوب أفريقيا في هذا التجمع ده ممكن يفيد القرى الأفريقية إزاي وشكل التعاون ما بين هذه القمة وبريكس ممكن يكون عامل إزاي القرى الأفريقية يعني أنا حسب ما أعرف أظن مصر حاوزة تدخل بريكس الجزائر برضي لكن مصر أضوى في بنك التنمية التجمع بريكس لكن ليس لديها عضوية كاملة في التجمع طبعا وجود بنك زي ده ممكن أولا في القروض في عملية التحاسب أثناء الاستراد والتصدير كل هذا سيعزل أو لن يجعل الدول الأفريقية أو روسيا معتمدة بدرجة أساسية على الغرب والبنوك الغربية لأن حضرتك عارف أي فلوس بتتحول لازم بتروح البنك المراسم من أمريكا وتوضعين فطبعا لو في حاجة زي كده وعن طريق البريكس ده هيعمل تقريبا تكتل جديد ممكن نقول عليه جبهة جديدة أنا مش عايزة أقول جبهة بمفهوم الصراع يعني لكن جبهة جبهة جديدة بديل حتى للدول الأفريقية في التعاون بين روسيا والدول الأفريقية ده شيء مهم جدا يعني في تقديره